ملحمة وطنية سطرها مبارح شبابنا أمام المستشفيات اللي استقبلت المصابين في حادث قطار رمسيس ماءات الشباب والفتيات توفدوا على المستشفيات في طوابير طويلة وده للتبرع بالدم في مشهد بيوضح أن كل محنة بتظهر دايماً الجانب الموزيق للشعب المصري قسم التبرع بالدم في جامعية الهلال الأحمر شهد تكدس شديد من المواطنين الراغبين في التبرع لمساعدة مصابي حريق محطة مصر كما انشهدت سيارات الإسعاف المتنقلة القريبة من المستشفيات اللي استقبلت المصابين أقبال كثيف من المواطنين للتبرع بالدم ودي طبعاً صور خاصة بينا بصباحك مصري من الشباب اللي هما راحوا يتبرعوا طبعاً في العربات والأماكن اللي هي القريبة من المستشفيات وكان الحياة توافد كثيف يعني حتى كان فيه صعوبة في التصوير من شبابنا طبعاً موجين معنا في MBC مصر يعني كانوا مبهورين من الأعداد يعني محدش كان متوقع هذا الإقبال من الشباب سواء على العربات أو على أبواب المستشفيات أو طبعاً بنوك الدم وطبعاً بنواجه لهم كل الشكر طبعاً شبابنا هما دايماً كده بيظهروا أوقات المحان شكراً لكم